أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق سيتضمن عددا من التغيرات الهيكلية والمشتريات الضخمة للمنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنح ويعني الاتفاق انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية إذ فرض الجانبان تعريفات جمركية على المبادلات التجارية بين عملا قيء الاقتصاد العالمي بعد أخذ ورد دام أشهرا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة في الحرب التجارية بينهما تهدئة سيرعاها اتفاق مرحلي يتضمن إلغاء رسوم جمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ذلك عبر تغريدة على تويتر قال فيها إنه وافق على اتفاق مرحلة أولي كبير جدا مع الصين الاعلان أشعى حالة من الارتياح لدى المستثمرين لإلغائه رسوما جديدة كانت ستوظفها الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع على أجهزة إلكترونية صينية الاتفاق الأخير بين الطرفين لن يشمل كل الرسوم إن الرسوم الحالية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى أجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق تقارير أعلامية أمريكية ذكرت أن الصين ستنفق 50 مليار دولار لشراء منتجات أمريكية وهو أحد أهم مطالب الرئيس الأمريكي إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة أولي خفف من التوترات التي هزت الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة فقد سجل المؤشران ستاند أند بولز وداود جونز الصناعي مستويات قياسية وهو ما يدل على ضرورة تدعيم الاتفاق بين أقوى اقتصادين في العالم بإجراءات أخرى تزيد من ثقة المستثمرين إلينا من ميتشيغن الأمريكية عبر خدمة السكايب مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلند أهلا وسلام بك أستاذ شاهين ما هي أهم بنود هذا الاتفاق بداية وما الذي أدى اليوم إلى إنهاء هذه الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم والتي دامت لمدة عامين أولا دعيني ورحب بحضراتكم وكل سادة المشاهدين في العالم العربي الحقيقة الأزمة الكبيرة بين وقت المتحدة الأمريكية وبين الصين تتمثل في نقطة محورية جدا أن الصين تأخذ كل الأسواق الأمريكية الصين تحقق فائد داخل الميزان التجاري الأمريكي بما لا يقل عن 350 مليار دولار فالصين لها مصلحة كبيرة جدا في استمرار العلاقات الأمريكية الصينية الصين بتصدر أمريكا بـ 500 مليار دولار والصين بتستورد من أمريكا بـ 150 مليار دولار فده فيه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشاكل كثيرة جدا الاتفاق الذي تم إعلان عنه هو مرحلة أولى في الاتفاق أن يتم استيراد سلع زراعية غزائية للصين بمقدار 50 مليار دولار على رأسها فلصوية كثير جدا من اللحوم الصينين بيستهلكوها كل هذا سيتم بشراءه وهذا يعتبر انفراجة للمزارعين الأمريكيين الذين كانوا يشكون من هذه الحرب التجارية بين البلدين كما ذكرت هناك تخفيض خفيف للرسوم الجمهورية في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق ولكن هل ذلك قد يؤثر يعني يعطي نعكاسات على الاقتصاد العالمي الذي كان يعاني في الفترة الأخيرة جراء هذه الحرب التجارية طبعا زي ما حضرتك تفضلتي الشهر اللي فات وزير خارجية الأمريكية الأسبق هيناريك سينجر قال لو استمرت المفاوضات بدون الوصول إلى التفاق فمن المطاقع يحدث آثار كالحرب العالمية الأولى في العالم نتيجة العرقيل التي ستتم بين الشركاء التجاريين بلد زي ألمانيا على سبيل المثال ضربها الكساد لأن صادراتها بدأت تنخفض لدول العالم خاصة ترويات المتحدة الأمريكية والصين الصين في حد ذاتها مهم جدا جدا أنها تواصل لاعتماد على الاقتصاد الأمريكي لأنه سوء ضخم جدا فضلا عن أن الشركات الأمريكية بتنتج داخل الصين ويتم سرقة التكنولوجيا الأمريكية داخل الصين وده بحد ذاته حضر شديد جدا داخل وقت المتحدة الأمريكية وأنا أعتقد أن النظام في أمريكا الآن بدأ يطلب من بعض الشركات الأمريكية أن تنسحب من السوء الصيني وتذهب إلى دوقات أخرى بطبيعة الحال أمريكا الآن تطالب أو تتمنى أن يكون هناك مركز صناعي آخر غير الصين في العالم لأن سيطارة الصين يعني أن هناك قطبين تجاريين وده بمعناه حيأثر كثير جدا على مستقبل الصناعة داخل وقت المتحدة الأمريكية خاصة إذا كان أغلب الصناعات الأمريكية الآن أصبحت تعتمد على جزء من مكتبناتها من الصين فالأمر الحقيقي فيه مصطفى شهين أستاذ الاقتصاد بكلية أكلا شكرا جزيلا لك